بدأت الإدارة العامة للمرور ابتداماً اليوم الثلاثة بتطبيق الغرامات المحددة في جداول المخالفات بعد تعديلات نظام المرور التي قررت مؤخراً وقد طبق نظام المرور بعد تعديلاته الجديدة وموافقة مجلس الوزراء بالعديد من اللوائح والأنظمة الصالمة جاءت التعديلات الجديدة بهدف الحد من الحوارث المرورية القاتلة وكمح المخالفات المرورية التي تزايدت في الفترة الأخيرة علماً بأن أحكام هذا النظام ولائحته تسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها وعلى مرور المشات مزيد من التنظيم مزيد من رفع رسوم المخالفات شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة